تكلمنا من خلاله على أهم النقاط في هذا اللقاء وطمنا أيضا من خلاله على صابت اللعب ناصر ماهر وإن شاء الله ناصر يتوجه إلى المستشفى يتم إجراء الفحوصات هينضميلي في هذه الأثناء واحد من نجوم المباراة وبعتبره ما نفزمتش واحد من نجوم الكبار كهرباء مبروك الفوز ثلاث نقاط مهمة جدا ومبروك الهدف وأداء أكثر مرة علاقة استحسان الجميع شكرا لك على الكامل الجميل دوات وإمكانا دي البداية لنا كلنا والحمد للربنا كرمنا بمكسب النهاردة فأول ماتشنا في الدوري وإن شاء الله دي البداية واللي جاي خير كله بإذن الله أنا عايز أقول لك يا كهرباء يعني تميمت الحظ أما حيقول لي كهرباء هيجيب الجون ويعني هو ما بشجعش حد فرية الندلاء لجيجر كهرباء لا أنا من أعز أقول لك الحاجة لسه لسه لاتي بقوله ما سمعتش إسنا لا مش عملت شجعني لقلم أنت بعد الجون لما جبت شجعتك لا حبيبي ده أخوي وحبيبي وصحبي يعني ودايما يعني قبل ماتش يكلمني يعني قال لي أعز أجي الماتش لشان هو بقله كذا ماتش كنا بيجيش فأقلت له خلاص تعالى فرح أجي الماتش وبيش حلو عليها وعلينا كلنا الحمد لله أنا عايز أقول لك وكهرباء ده على الدكة ينادي آه بتسوق يا مستر بموسماني كهرباء وكهرباء موجود في الملعب بينادي على العيب العاو الكهرباء يعني هو بيشجع كهرباء حبيبي ده ده حبيبي هو أصلا دايما كده على طول يعني ببدايلي ودايما بينادي على الفريق كلنا يعني هو أهلوي جدا واخوه يعني وصاحبي ده كفاء بالنسبة لي يعني وربنا يكرم في اللجاء إن شاء الله كده بإذن الله نكلمك بقى على المباراة النهاردة مباراة صعبة جدا باللعب فريق المقصة البداية طبعا مهمة طبعا متعودنا في النادي لانت واحد من الودي النادي اللي تربى من جدران النادي بنقفل صفحة بنفتح صفحة ثاني يوم المباراة مهمة النهاردة ثلاث نقاط مهمة والبداية دائما بتفرق يمكن طبعا الحمد لله زي ما أولتك فيه وربنا كرمنا بثلاثة هداف وكسيم دائرة واحد يمكن آه وتعدلنا كان نتعدلين واحد واحد وعد كده ربنا كرمنا بجنين يمكن البداية بتبقى دايما صاحبة يعني على الفرق الكبيرة وطبعا فريق المقاس طبعا فريق محترم جدا وقدى ماتش كويس جدا وطبعا تعرف عندنا في النادي الأهلي يعني خلاص نسينا بترد كلها بنركز في الدولة في الدوري وبنركز في اللي جاية دايما فإن شاء الله بإذن الله المتشتر اللي جاية تكون أحسن وعسن في الأداء بإذن الله رأينا شراسة هجومية في شوط اللقاء الثاني مستر بيتسو مسماني قال لكم أي بين الشيطين أنا عارف أنه قال كلام كتير من بين الشيطين لا يمكن مستر مسماني طبعا يعني حفزنا بين الشيطين وقال لنا ألعبوا لعبكم وإن شاء الله تكسبوه قاعد يحافز كل لعب لوحده فإن شاء الله بإذن الله كده تشوفوا فريق قوي وفريق آخر عن المتشتر اللي في الدولة بإذن الله فترة جاية كهرباء مقبلين على منافسات صعبة جدا عندنا دور أبطال أفريقيا وعندنا مواجهة مع المحلة ثم مبرمع الزمالك عندنا بطلاق كتير ودايما في النادي الأهلي أنتم مطالب كل بطلاق تلعب فيها كابتن سيد كليه جملة شهيرة جمهور الأهلي ما عرفش عن الكورة غير إنها مكسب وفوس يمكن بحمد ربنا وشكوة طبعا أنا واحد من جمهور النادي الأهلي يعني برضو إحنا ما نعرفش فاعل الخسارة يعني بأمانة وحتى اللعبة دين تعافش حاجة اسمها خسارة يمكن بين الشيطين كل اللعبة داخلها متنشينها وزعلانها اللي احنا متعدلين والليس في 45 دقيقة فلا إحنا ما عرفش حاجة اسمها دي شخصية النادي الأهلي وأي لعب يدخل النادي الأهلي بشخصيته أنه على الماكس يكسب بس ويمكن دي تربيت عليها من صغر يعني ودايما بنكسب يعني أنا أخيرا عايز أختم معك لإني دايما بنقول على شخصية لعبت النادي الأهلي وأخلاق لعبت النادي الأهلي أمر ما بين محمد شريف نتكلم وإننا أن رفزت ملعب وأمر بينتاي كليك دور وكلام مع محمد شريف في هذا الأمر وتم احتواء الأمر أنتو كلعبيين مع بعض وتمان رفزت ملعب لا طبيعي يعني عشان بس الموضوع ما يكبرش يعني ممكن دول زميلي وإخواتي وإحنا معرضين كلنا على فكرة المواقف دوت جوه الملعب لكن الحمد لله يعني أن بعد الجون السولية توجه لمحمد شريف وحمد شريف رحله ده دي خلال عبت النادي الأهلي ممكن بيخلط في ساعتها وموضوع خليتس أصلا في ساعت عشان بس الموضوع ما يكبرش وفيش أيها حاجة أصلا بينهم وممكن المواقف اللي جاي كلها عمرها ما تتكرر لأن إحنا دايما بنتعلم الحاجات ديات يمكن هي بس تشدت ملعب لأن إحنا نبقى يعني كنا كسبانين وعايزين ندفع كويس وكان ده كله فابتبقى شدة باللعيبة فنفيش أي مشاكل قصا فيها يعني متعودين على فكرة يعني المتمرين نفس الحكاية يعني هاخد نص المكافأة نهار ده؟ دمع كلهم مكافأة قولوا يا أخويا نجم قنابة بنت العيني أبني كناموا وبني وفقوا ويلعبوا أجاكم هناك وثلاثة بنت الندي الأهلي حقوا عمل أجاكم اليسا وعموا ماسكوينت وبنت العيني كنابة سحيء يقصي متخم بسوء الله هني عمل أجاكم اليسا هني كعفونا معاني بسوء الله أخويا حبيبي وشرفاتي أولنا حلو حلو استويت الشرط ده جاوا منين بصراحة جاوا منين منين بقى منين جابوا من أي حتة حبيبي حبيبي ربنا عفوزكم ألف أمريكي لجمهور ندي الأهلي حبيبي ربنا خير كابتن أيمن داك اللقاءنا مع الكابتن محمود عبد المنعم كارابا نجم النادي الأهلي وصاحب الهدف الثاني في مباراة كبيرة واحد من نجوم اللقاء مبروك يا كابتن أيمن ثلاث نقاط